بسم الله الرحمن الرحيم في الحبليات النهاردة بنتكلم على طائفة الزواحف وبنكلم على تقسيم طائفة الزواحف Classification of Reptily طائفة الزواحف فيها أربع طويقفات فيها four subclasses على حسب عدد الحفر الموجودة في المنطقة الصدغية ومنطقة الصدغة للجونجومة يبقى نبص على منطقة الصدغ ونشوف عدد حفر موجودة فيها من خلالها نقدر نقسم الزواحف إلى أربع طائفات اللي هو subclass الأولاني أول حاجة طائفة عديمة الحفر منطقة الصدغ مفيش فاع حفر يبقى ده بسموها subclass anipsidia الانبس ده او اللي هي anipsدة ده اللي هي طائفة عديمة الحفر تمتاز بأن الحائض الصدغي كامل أي لا توجر حفر أو سقوب وتشمل لذي توقفة ردبة الأولانية اسمها الكوتيلوسيوريا 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 تمثل زواحف حفرية منقرضة مثل اسيموريا السيموريا طيب الردبة اللي هي اللي بعد كده اللي هي ردبة ايه؟ ردبة السلحفيات او الكلونيا وتشمل السلاح في الماء وسلاح في البر وطبعا لما تجي تشوف المميزاتها لأن الجزء قصير محط بصندوق عظمي زي ما انت عارف يعرف على سطحه الظهري بالقصعة وسطحه البطن ينقل عليه الدرع او الورقة جزء الولي اللي موجود بالشكل ده كده اللي هو ايه؟ الجزء اللي عامل كده ده الايه؟ ده نحية القصعة وده نحية ده الدرع او الورقة بعد كده فيه عضو تلقيح واحد ولا يوجد قص و الفكوك ايه عظيمة ايه عديمة ايه؟ الفكوك عديمة الاسنان دول مميزات ايه؟ السلحفيات او اللي هي اللي قلنا عليها الكيلونيا ده ايه تواقفة الاولانية ليعديمة ايه؟ الحفر انابسي ده اللي بعد كده ده طبعا بالشكل اهو اللي احنا قلنا عليه ده القصعة بعد كده هتلاقي تواقفة مزدوجة ايه؟ الحفرة او الديابسي ده التانية كان اسمها انابسي ده يعني عديمة الحفر تتميز بوجود حفرتين صدغيتين تثبت فيهم ايه؟ عضلات الفك فيه حفرة صدغية علوية وفيه حفرة صدغية عاملة كده فيه حفرين وفيه حفرين واخرى صفلية تشمل زواحف من قرضة واخرى حية وتنقسم الى ثلاثة الرتب رتبة الرينكوسيفاليا تعتبر انها واحد من اللي يعرف بالسفندن او السفندن لا يوجد الا في نوزيلندا ويشبه كثير من الزواحف المنقرضة كما يشبه السحالي في الشكل الخارجي بساموسكو وماتا يعني وتنقسم الى تحت ايه؟ رتبتين رتبة السحالي اللي هو ساب أوردر للاسريتيليا وطبعا من سلها الدفان والبورس والضب والحربان ورتبة الثعبين اللي هو اوفيديا ومن اسلتها طبعا الثعبين والحيات وتمتاز بغياب الاطراف اذا ما انت عارف ايه بها اه مش موجودة غير في بعض بيه بعض بيه اه بيه بيه اه مافيش اه بدات ايه بيه؟ بيه موضيه بعض الاحيان ايه يساعد ايه اثر للهزام الايه الحوضي بعض الاحيان بعد كده اتوقف ركم رتبة الثالثة الاول هو رتبة التمسيح الكروكوليليا تشمل طبعاً التمسيح وتعتبر أرقى لأنواع إذ أن لها بعض صفات التشريحية التي تقترب من صفات الطيور والثريات زي ما قلنا القلب هو اثنين أزين وفيه اثنين بطين رقم ثلاثة توقفت لبعد ذلك رقم ثلاثة توقفت حديمة الحفرة أو الحفر علوية الحفر والبارابسيدا وتمتاز طبعاً الحفرة الموجودة تبقى موجودة في منطقة العليا فقط وتشمل زواحف بادت عن آخرها مثل الداناصرات البحرية الجزء الثاني هو الصنابسيدا اللي هو صفلية الحفر لها حفرة صدغية صفلية فقط وتشمل زواحف شبيهة بالسريات بائدة برضو الجزء الثاني هو صفلية الحفرة الموجودة يبقى التقسيم لو جدت تاخد وضع التصنيفي للريبتليا طبعاً كن قضى أنيماليا صف كن قضى متازوه فايلام كور داتا شعوبة الحبليات صف فايلام فيرتبريات شعوبة الفقريات سوبر كلاس جناص استوماتا فوق طائفة الفكيات مجموعة الرهليات الأمنيوتر كلاس ريبتليا الزواحف صف كلاس تحت طائفة مزدوقة الحفر اللي هي الديابسيدا والأوردرس كوامات الحرشوفيات هنأخذ تحت ردبة السحالة لأرسير إتليا هنأخذ الكالسيدس وسيلاطس أو الليزارد أو السحلية أو الدفان الكبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة